السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله حبا استعرض معيكم كتاب باكانبان لفل ثري كتاب الجرامر الاسدار الجديد ان شاء الله بعد الحمد لله كفضل ربنا نجاح لفل وان وثو وطلب الكثير من الطلبة والأولياء الأمور والمدرسين اللي درسوا معينا ان هم كانوا حارسين جدا على ان هم يكملوا اللفلز الأعلى من كده نفس النهج بعد ما شافوا نتيجة دراسة لفل وان وثوة على الطلبة بتاعتهم فالحمد لله بفضل الله نزلنا بليفل ثري الكتاب بجد احنا كنا ننزلنا شرح فيديو تفصيلي لمحتوى الكتاب الفهرس كنا شرحناه في فيديو منفصل هاشرح معيكم دلوقتي المحتوى من جوة الكتاب بدأ معينا برفيجن زي ما هو واضح قدامكم كده ريفيجن كبير جدا وبيعتمد دايما على الخرائط الزهنية بيعتمد على المقارنات بين الأزمنة عشان احنا درسنا زمن جديد فبجيب لك الزمن القديم نقارن بينهم عشان دايما يبقى فيه ربط بين الأزمنة لان دي حاجة بتلخبط جدا الطلبة وبتكون سبب ازعاج ليهم ان هما مش بيقوا فاهمين احنا المفروض نحل بانهي زمن فلما يتضرب على كده من البداية باسئلة كتير زي ما احنا شايفين ومختلفة متنوعة الموضوع بالنسبة له بيبقى ابسط تمام هنا هو قررنا بين الباستي كانتين وسبباستي سيمبل واكتفاتيز عليها كل دوت ريفيجن على اللي احنا درسناه قبل كده في الليفل وان ان تو هنيجي بعد كده الجنرال ريفيجن على كل الأزمنة اللي احنا خدناها دي سواء كان مثلا عندنا هنا تشوز شايفين كم الدقيه ووضح قدامكو جدا بيوضح قد اي انا لازم هاختار عشان ما اغلطش في حاجة تكون مش مستهلة ان انا اقض فيها درجات ان يجي بعد كده نبدأ بقى الشرح الجديد اللي هو chapter 1 عندنا present perfect tense اللي هو زمن المضارع التام تعريفه واستخداماته ازاي شكل الجمل المثبتة والمنفية والyes or no question and which question والkeywords بتاعتنا مش بس كده ده احنا الكيوورد دي خدناها ودراستها بالتفصيل كل كيوورد من دول مكانها فين في الجملة وبتدل على ايه ومعناها ايه واستخدامها ايه عشان نرف الفعل حدث ولا لأ النوتس الجميلة اللي عندنا اللي بتبين لنا مثلا ام تستخدم sense او four او التيتشر معنا بتبين لنا يعني ايه have been and have gone الفرق بينهم عشان الاولاد بيت لخبطوا فيها وتعرضنا لها في اسئلة بعد كده هنا زي ما احنا شايفين اسئلة خاصة بيها مخصوص واستخدام زي ما احنا شايفين هنا هو خرائق الزهنية واسهم وارقام وامثلة عشان تبين لنا الحدث حصل امتى او حصل من فترة او المدة كلها اللي حصل فيها الفعل او بداية ما بدأ يحصل الفعل يعني الحاجات الدقيقة قوي اللي بتفرق ما بين استخدام ايجابة والتانية فدي احنا موضحينها لان عارفين اكتر حاجات الطلوة بيقعوا فيها فلازم نعمل عليها focus ونعمل عليها تركيز شوية ونبين لهم ايه الفرق بين الاتنين استخدام زي ما احنا شايفين كده هو ادي crosswords كلمات متقطعة وشكل اسئلة كتير جدا يكون جملة دخلنا بعد كده على past perfect هندرس الماضي التام بنقارن بينه وبين الماضي present perfect والpast perfect زي ما احنا شايفين دايما في ربط بالقواعد اللي احنا اخدناها قبل كده مع القاعدة الجديدة سواء كان زمن او حاجة عشان الحاجات دي بتبين لنا هنا زي ما احنا شايفين هنا فيه الفرست اكشن والسكند اكشن بتاعنا بشرح مفصل وامثلة كتير جدا عشان هنيجي بعد كده نسألك فيها بعد كده الكيورز after as soon as وbefore because وكل الكيورز بتاعتنا زي ما احنا شايفين بارقام وبشرح توضيحي كبير جدا هنا سؤال ده جميل قوي هيبين لي انت فين الفرست اكشن وفين السكند اكشن واعمل لي circle على الكيورد يعني سؤال مبدع بصراحة سؤال rewrite اجي الاكتفتاز على اللي احنا اخدناه تمام نيجي بعد كده هنا التست على chapter 2 شايفين past simple past continuous past perfect انا جبتلك كل ازمنة الباست اللي انت درستها وحطته لك في الامتحان ده عشان ما يبقاش انت زهنك محصور مبين انا هنا هيجاوب past perfect بس يبقى انا خلاص مخي مهي انا خسو ان انا هيجاوب بالزمن ده بس لا ده انا هنا جايب لك بقى هنا ايه انا بتتقلب انت بتتقلب معايا مشي جوه الازمنة وبخك رايح جاي ما بين الزمن ده للزمن ده للزمن ده عشان تفهم كل ده بيثبت جدا المعلومة معنا بشكل كبير خالص زي ما احنا شايفين دخلنا بعد كده على الفيوتر اشكال الفيوتر الاربعة اللي هتدرسها احنا كنا خدنا في ليفل 2 هنكمل باقتهم هنا شايفين برضو شرح بامثلة وخرايط ذهنية ممتازة جدا وحلول وكون جملة وزي ما احنا شايفين دخلنا على النوتس دي معينا مهمة جدا لا تغفلها ابدا فرقة عندنا هنا دي اسئلة المتفوقين مهمة جدا امتى حط ويل وامتى حط بي جاينج تو دايما حتى لغاية السنوية عامة بتحصل دايما خلافية لا المفروض اكتب ويل لا المفروض اكتب بي جاينج تو فبيحصل لخبطة بينهم لا احنا بنهيئك من دلوقتي احنا بنهيئك ونهيئك عشان عامل ما توصل ان شاء الله بإذن الله كده السنوية عامة يكون الموضوع بالنسبة لك بقى سهل جدا انت متضرب عليه من ايه من البدايات خالص تست على تشابتر ثري بصوا التست بيبقى فيه اسئلة جديدة برضو مختلفة وكتير ما شاء الله دخلنا على دايما المتعرف عليه ان ده باتكلم عن حاجة بتحصل دلوقتي لا هنا هبينلك ازاي استخدم للتعبير عن التخطيط والجراءات اللي انا بتخيذها للتخطيط لحاجات ايه مستقبلية للفوتر يعني تمام برضو بامثلة وبنوتس مهمة جدا ما تنسهاش تمام دخلنا بعد كده على البرزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط شرح برضو ممتاز لي وزي ما احنا شايفين بصوا هادي الكريست البول اللي هي كرة الساحر البلورية يعني استخدام اسئلة مش نمطية ودوت النهج الجديد للمدارس للمتحانات والمنهج الحديثة ان هو ما انا مش بحفظ شكل سابت للأسئلة انا بس بمجرد لانا بفهم القاعدة بحل اي سؤال باي طريقة ممكن ان هي تجيلي يعني معا بقى بصوا زي ما احنا شايفين كده الكامل الكبير للأسئلة ادي تستا على تستا على تشابتر فور بصوا لتستا قد ايا جماعة شايفين تستا بياخد كامبيج وبعدين احنا مستغلين المساحات كويس جدا ما فيش حاجة اسمها مساحة فاضية ما لهاش لازم ما فيش حاجة اسمها صفحة انت ما استفدتش منها بكم كبير سواء كان بأسئلة او بمعلومات انت بتاخدها ما فيش اهدار لمساحات بدون داعي لمجرد عد ورق لأ انت كل جزء ده المبني للمجهول بشكل احترافي جدا 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 ازاي انا بيبين لك بيعرب لك الجملة مين الفاعل ومين المفعول وفين الفاعل وفي زمن ايه احولها ازاي من مبني المعلوم للمجهول بشكل جميل جدا مع النوت صبعا المهمة وكده اخدنا برضو في زمن الماضي بعد كده اسئلة بقى كتير ما شاء الله اسئلة قد ايه اسئلة كتير جدا عليه نيجي بعد كده للسابجكت والبريديكت الشابتر دوت من الشابترز اللذيذة جدا في الكتاب هي تقسم لجزئين الجزء الاولين اللي هو سابجكت اللي هو احنا هنعرب بقى احنا هنعرب في الكتاب هنا جماعة هنقسم الجملة هنكتب مين السابجكت بتاعي مين الفاعل ومين الخبر او الفاعل تمام؟ من الفاعل ومين الخبر وجايب لك هنا اسئلة زي ما احنا شايفين سؤال وانت هتقسم الجملة جايب لك هنا الخبر وانت تكتب الفاعل المناسب هنا جايب لك العكس وجايب لك الجزء التاني من الشابتر اللي هو relative clauses درس لذيذ درس بسيط ان شاء الله معينا مش هتبقى فيه اي مشاكل هعرف امتى استخدم ويتش وامتى استخدم وير اللي الاتنين بيستخدوهم مسلا لحاجة معينة بس في حاجة ركاية صغيرة هي اللي بتبين لي هستخدم ويتش ولا ذات ولا وير ولا 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 وين زي ما احنا شايفين شرح ممتاز اظنني واضح قدامكم كده ما شاء الله ان الكم بتاع التدريبات وكم تنوع الاسئلة الجديدة اللي مش موجودة في حتة تانية ان هو فعلا يستحق الدراسة فعلا كتاب كنز لازم تحتفظ به في بيتك في مكتبتك في شنطتك معاك دايما ده مرجع ليك بعد كده السؤال المزيل دوت ايه معناه برضو وشكله في والناجاتف والكلام ده كله وجينا بعد كده روحنا عجيبين لك كل الحالات اللي ممكن ييجي فيها ال-question tags تمام مهم الصفحة دي الوحدة قصة وحكاية هتحتفظ بيها وهتعرفها وامتا هاف شايفين الجمال اللي تحت ده امتا هاف تبقى don't have وامتا هاز تبقى doesn't have وامتا have got تبقى haven't وامتا has got تبقى hasn't شايفين امتا انا جبت فعل مساعد وامتا ما جبتش واستخدمت هاف على طول او هاز يعني شرح بجد رائع مع الحل الكتير هيبقى مفيش مشكلة ان شاء الله الاحتمالية وعدم التأكد برضو من الاسئلة اللي تحس ان هي يعني زي الغاز كده وفوزير ده حصل ولا ما حصلش متأكد ولا مش متأكد والكلام ده كله بس صدقوني والله مع الشرح ده والاسهم والفاعل وفاعل ادرسه جملة انت مجرد انتاخدها وتقرأ الكلام اللي مكتوب وتشوف السهم وتمشي مع السهم وتعرف ده تحولت ايه ودي نزلت ايه وقيه اللي فوقيها ده زمانها ايه وبقت ايه مع الجداول اللي فوق دي الدنيا هتبقى قدامك بسيطة جدا امتى استخدم كانت وامتى استخدم مص وامتى استخدم ميت هنا انا متأكد بنسبة كام في المية وهنا كام في المية وهنا مش متأكد برضو بنسبة كام بصوا الشرح ممتاز الشرح اكتر من رؤع بجد ما شاء الله تبارك الله واضح جدا وطبعا كام تدريبات ما شاء الله جينا بعد كده ندرس بقى حالات ايف ادي الحالة التانية بشرح كامل لها وامتى استخدم بدل ايف لو جالي جملة فيها مثلا ويزاوت وعايزني احط ايف تمام مثلا يعني امتى استخدم الحالة التانية دي الحالة التالتة هيجي بعد كده هنا يقول لك ايه هي الحالات اللي انا ممكن اشيل فيها ايف اللي مش شرط اللي انا بحط ينزك خلاص بيجيب لي بين القسين في الامتحان استخدم ايف طب انا هستخدم ايف في الحالة الاولى ولا التانية ولا التالتة ولا الحالة الصفرية هنا معنا مع الدراسات دي ومع النوتس اللي انت هتاخدها هنا دي هيبقى بالنسبة لك الموضوع ان شاء الله مفوش مشكلة خالص وكم بقى تكوين جمل وحل بصوا على كل الاربع حالات بتاعت ايف بشكل كبير جدا نيجي للأدفيربز بتاعتنا عندنا هنا الأدفيرب تشارحه مقارنته الاول قبل ما نردش الأدفيرب بتاعنا خدنا مقارن ما بينه وبين الأدجكتف وايه شكله بيبقى شكل الأدفيرب بيشكله ايه اللي هو أدفيرب يعني الحال او الظرف شكله ايه والأدجكتف اللي هي الصفة شكلها ايه ولو هقارن دول ايه ولو هقارن دول بيبقى ايه مقارن من الدرجة الاولى او التانية بستخدمها في ايه وبعد كده أشكال الأدفيرب استعنا بأسهم وبتدريجة ألوان حتى تدريجة الألوان دي بتبين لك ان الموضوع هل هو قوي ولا قليل ولا متوسط يعني كل حاجة هنا في الكتاب ليها معنى وليها دلالة بتبقى زي خرية زهنية بتثبت في زهن الطالب بتبين له قد ايه ان الموضوع بسيط زي هنا مثلا هنا the show has already started but we haven't arrived yet هنا جايب لك already ملونها لكم طلع لك منها سهم ايه معناها ايه means something has happened دي معناها الفعل حدث حالا تمام لكن كلمة yet اللي تحت دي الفعل لم يحدث حتى الان يعني هوت means something hasn't happened until now يعني حاجة ما حصلتش النهاردة وجايب لك الشرح بالانجلش وترجمته بالعربي عشان خاطر يبقى الموضوع سهل عليك او سهل على الطالب او على المعلم هتلاقي الدنيا بسيطة معاك وهتلاقي الدنيا منظمة ومتأكدة باسئلة كتير وحليامة وطبعا فيه model answer كامل للكتاب كله هنجي بعد كده هنا prepositions يعني ايه prepositions يعني حرف جر فيه حروف جر بسيطة وفيه حروف جر complex مركبة او معقدة تمامش معناها ايه وامتأ استخدم كل واحدة فينها كل واحدة منها يعني عندنا هنا مثلا prepositions of time اللي هو زي ظرف الزمان كده وايه اشكاله وايه الفرق بينهم مع برضو الرسوم التوضحية والاسهم ايه الفرق بين on time و in time او add the end و in the end في فرق كبير يعني لما يجولي في الامتحان الفرق بين sense و for انا هي بيجيب لي الاختيارين لكن هو لازم اختيار واحد بس هو اللي بيبقى صح فيهم ده بيعتمد على معنى الجملة وبيعتمد على انا اللي فهمي للمقارنات دي عشان اقدر ان انا احدد ايه هي الاجابة الصحة واسئلة بعد كده عليها وزي ما احنا شايفين مقارنات باستمرار وجداول دي كلها بتبقى reference بعد كده احتفظ بالكتاب كل الحاجات دي حروف الجر دي انت هتدوخ عليها بعد كده لما تطلع اولى سنوي هتدوخ عليها بجد مش هتلاقي كتاب مجمع هالك بالشكل ده ومش هتلاقي كم الاسئلة دي وإحنا الاسئلة دي والشابتر ده تحديدا كنا حرسين على ان احنا نعمل model answer كامل لكل اسئلته عشان خاطر ما يبقاش فيه يعني احتمالية الخطأ عندك في حاجة لا انت طب راجع طب شوف طب راجع الجداول اللي فوق المقارنات طب مش متأكد شوف model answer تمام عشان تأكد نفسك انت حفظته فهمته ولا لأ نيجي بعد كده للشابتر الجديد بتاعنا اللي هو الريدنج اللي هو writing skills دوت مهارات الكتابة ازاي اكتب paragraph ويميل وبلاج ودياري ومسج جايب لي paragraph paragraph كده وانحنا مثلا هنحل عليه اسئلة الحاجات دي كلها الطالب قوم لو بيشوف قطعة paragraph او comprehension دي بيقولك انا هسيبها اخر حاجة ليه اصلها بتبقى صعبة لأ ما انت لما تتضرب عليها من دلوقتي الموضوع هي بقى اسهل كتير نامط الاسئلة حتى يعني لما يجيب لك كلمة هنا زي كلمة invented كلمة جديدة متلونة في التكست عندك فوق وجاسها لك معناها ايه تحت ويقولك جايب لك المعنى بالانجليش يعني made something ولا made something for first time ولا made something many times انا هعملها ازاي هعرف ازاي هقرأ هرجع تاني فوق وبص وقرأ الجملة كلها اللي فيها الكلمة دي انا خلاص قريت الparagraph وفهمته ارجع ارى الجملة دي بتركيز عشان اقدر افهم دي معناها ايه هتلاقي اني عرفت الاجابة يبقى انا كده عرفته معنى الكلمة بالانجليش من غير اي مساعدات من ايه من حد هنا جايب لك الايميل في شكل الايميل جاهز مكتوب وانت هتحل عليه اسئلة يعني عينك هتبقى واخدها على شكل الايميل بيبقى مكتوب ازاي عشان لما تيجي يطلب منك ان انت تكتب الايميل انت واخده قبل كده قريتج وعارفه تمام هنا عن وهنا زي ما احنا شايفين كده برضو في كل بيبقى جايب لك جملة ويسألك عليها تحت نيجي بعد كده للبقى يعني ايه بقى احنا كده خدت وعرفناها واسئلة عليها البقى ده وبقى عناه ايه وزي ما احنا شارفين شرح بالعربي تكوينه بيبقى عامل ازاي ازاي طلع البقى بتاعي يبقى ناجح ويبقاش فيه اي مشاكل وبعد كده بشايفين كم امثلة قد ايه على البقى رفس اللي موجودة عندنا يا سلام كل ده هتتسأل فيه بعد كده نيجي بعد كده للإيميل نفس الكلام ايه معناه وازاي اكتبه وازاي بيبقى شكله وابدأ ازاي وانهي ازاي اهو بكم كبير جدا من حاجات ريليتد عندك في المنهج كلها عندك في المنهج مش برا فانت كده كده انت بتذاكر يعني مش هتضيع وقت البلاجز اللي عندنا سهلة جدا برضو يعني ايه بلاج يعني ايه يعني اكتب فيها ايه يعني اعمل فيها ايه اهو عندك هنا وجايب لك كل حاجة بالرسومات والاشكال التوضيحية والالوان اللي مبينالك انا المفروض ابدأ بايه واكتب بايه والشكل العام وبعد كده جايب لك امثلة كتير عليها نيجي بعد كده للدياري اللي هي اليوميات برضو نفس الكلام شرح مفصل لها وامثلة كتير ايدي التكست ميسج شايفين اهوت يعني يعني انت مجرد بلت اهو شات موبايل اهو شات واتساب اهو جميل خالص اصدقاء بيتشاركوا نيجي بعد كده ندخل على الاجزامز بتاعتنا اللي امتحانات كبيرة جدا وكتيرة جدا اهو انت بقى هنا الي هتكتب التكست ميسج لصاحبك او اللي صديقتك او تجاوبي حسب ايه المواطات اللي موجودة عندك تمام هنا هنكتب بلوج فوق كان في اه ايميل شايفين هنا هوت برضو عندك ايميل وانت هتجاوبي بطريقة تانية شايفين الامتحانات عاملة ازاي امتحان دسم جدا وبعد كده هنا دخلنا على المودل بتاعتنا وبعد المودل بتاعتنا عندنا الجدول لتصريفات الافعال بس متقسمة بطريقة جميلة جدا بحيس ان ايه ان مثلا التغييرات المتشابهة كلها مع بعضها زي مسلا هنا هتلاقي تمام وهكذا وهكذا هنا مثلا كده نفس اشان انت في عندك ودنك حفظت معنا مع الكتابة مع عينك فالموضوع بالنسبة يبقى اسهل كتير وبعد كده الافعال دي بتحتفظ بيها جوا الكتاب معك في بيتك وفي مكتبتك عشان خطر لما تحتاجها بعد كده بتبقى اسهل لك جدا اتمنى اتمنى الريفيو فاتكو اعطاكو يعني صورة شاملة وواضحة للكتاب باهم الموضوعات اللي موجودة فيه وان شاء الله باذن الله اسأل الله التوفيق لكل الطلبة ان شاء الله باذن الله في الامتحانات انتظرونا ان شاء الله في الريفيو هات تانية جديدة لجميع اصدارات بوكانباني الجديدة شكرا جدا والسلام عليكم ورحمة الله